بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم اعزائي التلميذات اعزائي التلاميذ في تصحيح سلسلة التمارين من الفروض المحروصة الفرد الثاني سنة ثالثة من الثاني سنة والإعداد فيزياء لتحميل هذه الفروض سوف تلقوها في الاسفل في رابط صفحتنا على الفيسبوك اصفل الفيديو سؤال الاول اختر من بين الكلمات التالية لملء الفراغ بما يناسب اذا هنا يتعطوني مجموعة من الكلمات وقد نعمروا هذه الفراغات تحريك جسم سرعة عن بعد حركة المؤثر تماس دوران تغيير مصار سكون المؤثر عليه تشويه جسم متباطئة ازاحة الارض يكون الجسم فيه اذا لم يتغير موضعه يكون الجسم فيه ماذا حوالا اذا لم يتغير موضعه وفيه لخ Have gone, if you think will change tiver material والسكون يكون الجسم فيه حركة السكون اذا تم الهددل يكون السكون سكون حك tentative اذا لم يتغير موضعه في سكون إذا تغير موضعه في حركة جميع النقاط المتحركة لها مسارة دائرية في حركة إذا كانت تحدثت على المسارة الدائرية إذا كانت حركة دوران إذن حركة دوران كلمة دوران في حركة دوران جميع النقاط المتحركة لها مسارة دائرية إذن في حركة دوران جميع النقاط المتحركة مسارة دائر وفي حركة جميع النقاط تقطع نفس المسافة في نفس المدة إذن هنا نتحدث على الحركة المنتظمة في حركة منتظمة إذن يتجلى مفعول تحريكي في تحريك جسم نعم أو تغيير مصار إذن هنا لك نعرف أن كين مفعول تحريكي ومفعول سكوني تغيير مصار كل تأثيرات الميكانيكية تتم بين جسمين المؤثر والمؤثر عليه إذن المؤثر عليه والمؤثر إذن تنقسم تأثيرات الميكانيكية إلى نوعين تأثير عن بعد وتأثير عن تماث إذن عن بعد تأثير الأول وتأثير التأثير الثاني إذن نمر إلى التمرين الثاني إذن السؤال الثاني صل بسهم بين عناصر المشموعة الثلاث تأثير الطاولة على الكتاب تأثير الرياح على الشراع تأثير المضرب على الكرة تغيير المصار أو السرعة يبقى الجسم في سكون تشويه جسم إذن تأثير الطاولة على الكتاب موضوع فوق واحد الطاولة فقط تضع الكتاب في سكون يبقى الجسم في سكون إذن تأثير المضرب على الكرة تأثير المضرب على الكرة فإذا تكون جيدة الكرة ويضربها المضرب فإذن تغيير السرعة ديرها أو المصار تكون جيدة ويترجع إذن هنا تغيير المصار أو السرعة ثم تأثير الرياح على الشراع تأثير الطاولة على الكتاب فهو تماس موزع لأن الكتاب يلمس طاولة طاولة تلمس الكتاب في مساحة كبيرة إذن الرياح تلمس الشراع في نقطة أو مساحة كبيرة فإذن تؤكد المصار أو موزع تأثير المضرب على الكرة المضرب يلمس الكرة ف coop وهو تlaugh تماس موزع. اذا نمر الى التمرين الموالد. اذا املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية. تماس متر على السجوند تابتة عن بعد متقيسة. نرمز للسرعة المتوسطة بالرمز. اذا هذا هو الرمز للسرعة المتوسطة. ووحدة قياسها في النظام العليم الوحدات هي متر بار سجوند. اذا كان الوحدة العالمية متر بار سجوند. وكان الوحدة العملية التي نستعملها في الحساب غالبا كيلو متر بار اير. تكون سرعة حركة الجسم منتظمة اذا كانت اذا كانت سرعته منتظمة دائما سرعة ثابتة. من فهم ثابتة. واو المسافات المقطوعة خلال نفس المدد الزمنية متقيسة. اذا يقطع نفس المسافات خلال نفس المدد الزمنية. متقيسة. تصنف التأثيرات الميكانيكية الى صنفين. تأثيرات طبيعتها عن بعد وتأثير عن تماث. اذا كان عن بعد عندما لا يكون تماث. وعن تماث. اه عندما يكون التماث بين المؤثر والمؤثر عليه. اذا السؤال الرابع. اجب بصحيح او خطأ. يشير رادار السرعة الى السرعة المتوسطة. الرادار. انه يكون مثلا غادين في السيارة مع العائلة. اه في بعض الاحيان كيكون مثلا ذلك الرادارات في الطرق. هداك الرادار هي قسلنا السرعة في اللحظة اللي كتمر منها سيارة من قدامه. اذا يشير رادار السرعة الى السرعة اللحظية. اذا ماشي السرعة المتوسطة خطأ. اه تأثير غصن على تفاحة تأثير عن بعد. لا بأس نشوفوا واحدة اه شي ما اتوضحي. عندنا واحدة الغصن واحدة شجرة. الغصن ديالها معلق في واحدة تفاحة. نلاحظ ان الغصن يلمس تفاحة. اذا تأثير الغصن على التفاحة فهو تأثير عن تماس وليس عن بعد. اذا تأثير الغصن على تفاحة تأثير عن بعد خطأ فهو تأثير عن تماس. تبتدي مسافة الفرمالاء عندها من لحظة رؤية الخطر. نرجع للاقاديا المسافة التوقف مسافة رد الفعل مسافة الفرمالة عندنا واحدة سيارة كاتمشف هذه المنحة. السائق لمحة واحدة حاجز واحدة الخطر. اذا في اللحظة اللي لمحة حاجز ما زال ما ضغط على الفرميل السيارة كاتمشف. اذا من بعد واحدة المدة زمنية مثلا واحد سيارة مدة رد الفعل. اذا تبتدي مسافة الفرمالة بعد مرور بعد ثانية او نصف ثانية حسب السائق. اذا تبتدي مسافة الفرمالة من لحظة رؤية الخطر. خطأ. تبتدي بعد مرور مدة رد الفعل. يعني مسافة رد الفعل. الجسم المؤثر هو الذي يخضع لتأثيرات الميكانيكية. نرجع اولى ها ذيك السيتياسون السبقة dirty الغصن و التفاحة. ره الغصن ي يسمى المؤثر والتفاحة مؤثر عليه. اذا الجسم المؤثر هو الذي يخضع لتأثيرات. اذا الجسم المؤثر هو الذي يخضع لتأثيرات ما يскуюكواء. وبالتالي المعلومات ايضا خاطئة. اذا نمر لسؤال رقم ستة صل بخط او سؤال رقم خمسة. تأثير الرياح على الشجرة راه الرياح نرجع لهذا السيتياتيون الرياح فاشكت بالرياح راه الرياح تلمس الشجرة من جميع الجوانب فهو تأثير تماس موزع إذن تأثير الرياح على الشجرة فهو تماس موزع راه الرياح تلمس الأشياء تأثير الحقنة على المريض الحقنة تكون لبراديلها صغيرة جدا يعني فاح النقطة فتأثير الحقنة على المريض فهو تماس موضع يعني تلمس الحقنة جسم المريض في مساحة صغيرة تأثير كوكب الأرض على المضلي تجدب المضلي بفعل جاذبية فهو تأثير عن بعد ودائما تأثير الأرض على جميع الأجسام فهو عن بعد ودائما تأثير الميكانيكية عن بعد فهي تأثيرات موزعة إذن أحدد مفعول تأثيرات الميكانيكية المفعول لتذكر فقط فالتأثيرات الميكانيكية لها مفعولان مفعول إما تحريكي أو سكوني متى يكون مفعول سكوني إذا كان فقط المؤثر والمؤثر عليك يكون فقط شوي جسم أو وضعه في حالة سكون متى يكون مفعول تحريكي إذا كان الجسم تم تحريكه أو تغيير مصاره أو تغيير سرعته نرجع لها ثلاثة ديال الوضعيات حديد مفعول تأثيرات الميكانيكية المضرب لاحظوا معايا كرة المضرب لتوصل الكرة عند اللاعب المضرب يغير المصار الكرة ترجع للجهة الأخرى إذن فهذا مفعول تحريكي مفعول تحريكي لأن هنا حركة لاحظوا معايا هذه الكرة فقد الطاولة فقط في حالة سكون إذن هذه الطاولة جعلت الكرة في حالة سكون إذن هذا مفعول مفعول سكوني مفعول سكوني ما كانت حركة إذن هذا اللاعب يضرب هذه الكرة بطبيعة الحال يغير سرعتها ويغير أيضا مصارها فهذا مفعول تحريكي مفعول تحريكي إذن نمر للسؤال رقم سبعة إذن أجرد التأثيرات الميكانيكية المطبقة على الأشكال التالية ما معنى أجرد؟ يعني كنحدد واحد المجموعة المدروسة وكنشوف الموحيط الخارجي ديالها كنشوف الأشياء التي تؤثر فيها إذن نتعلم هذا الوضع يا رقم واحد المجموعة المدروسة هنا هو الجسم الس ما هو الموحيط الخارجي هذا الجسم الس شادو يعني معلق في واحد الخيط معناها وأيضا شادو واحد المستوى مائل مستوى مائل مانع من السقوط وأيضا يوجد تحت تأثير جاذبية الأرض لأن جميع الأجزاء تخضعوا إلى جاذبية الأرض إذن هنا كنشوف ندير كنحدد المجموعة المدروسة المجموعة المدروسة المجموعة المدروسة طبعا الحال فاد المثال هي الجسم S هي الجسم S إذن ما هو التأثيرات الميكانيكية التي يخضع لها الجسم S بلنا كن الخيط على الجسم S ونقول تأثير الخيط على الجسم S كنكتب تأثير الخيط على الجسم S تأثير الميكانيكي التاني كن هذا الجسم يلمسه المستوى المائل يعني تأثير المستوى المائل على الجسم S إذن هذا التأثير الميكانيكي التاني تأثير المستوى المائل على الجسم S تأثير ميكانيكي مهم هو تأثير الارض على الجسم S وتأثير الارض على الجسم S تسمى وزن الجسم S نزيل الوضعية الثانية لدينا كرة ما هو المحيط الخارجي للكرة ينمسها الخيط ينمسها النابض ويوجد تحت تأثير الارض مجموعة المدروسة فالحالة هي الكرة تجد تحت تأثير ماذا؟ نبدأ بالوزن وزن الكرة هو تأثير الارض على الكرة تأثير الميكانيكي الثاني هو الخيط يعني تأثير تأثير الخيط على الكرة المحيط الخارجي للكرة ينمسها النابض يعني تأثير النابض على الكرة ندزل الوضعية الثالثة ما كان في الوضعية الثالثة؟ الوضعية الثالثة فيها واحد المسمار هذا المسمار يشد هذا الخيط والمسمار من حديد وكان المغناطس وكان عرفوا أن الحديد ينجذب إلى المغناطس أنا Eso مجموعة المدروسة ممتع مسمار إذا نبدأ together متاح المشكل كرة وزن مسمار ما يشكل كأثير تأثير المراعبة يشكل كأثير مدموع قمتع تأثير الخيط على stands ثم تأثير المغناطيس على المصمار. لان المصمار من حديد ينجدبه الى المغناطيس. تأثير المغناطيس على المصمار. لا تستطيع التذكير ايضا هنا ممنون من النوع. كنعرفوا ان تأثيرات الميكانيكية هناك نوعا عن تأثير وعن تماس وعن بعد. فمثلا تأثير الخيط على المصمار يلمس المصمار في نقطة واحدة هذا تأثير بторы وزن البعض المغنياتس في بل Sa-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A limit 4-Losba A-A-A-A-A-A 1-The-Losba 2-Aliface 3-Aliface 4-Losba 5-Lo B-T-A-A-A-A S-A-A-A-A-A-A 5-�alog عن بعد. نجعل هذا الوضعية تأثير الخيط على الجسم اس فهو تماسل موضع لانه يلمس في نقطة واحدة. تأثير المستوى المائل على الجسم اس فهو تماسل موزع لانه يلمس الجسم في عدة نقات. بينما وزن الجسم فهو تأثير عن بعد موزع. الان نمر للسؤال الرقم ثمانية. يتنافس شخصان واحد واثنان في لعبة جر الحمل. يعني هذا كيجر منحة وهذا كيجر منحة. اجب بصحيحين او خطر. اولا قبل ما نجاوبه كنلاحظوا بان هاد السهم هاد القوة اثنان والقوة اف واحد يكون عندهم طول نفس السهم. يعني لهما نفس الشدة. كنلاحظوا بانهم كلهم فوق محور الخيط. يعني لهما نفس الاتجاه نفس المستقيم. كنلاحظوا ان هذه المنحة من اليسار الى اليمين وهذه من اليسار الى اليمين وهذه منحة متعاكسة. اذا كنلاحظوا نفس الشدة. اذا القوتين اف او اف اثنان لهما نفس خط تأثير. صحيح. انا قلنا نفس المستقيم. نفس المنحة خطأ لان عندهم منحيان متعاكسان. الحبل في حالة توازن. امتى كيكون في حالة توازن ديروا التدكيل. اذا كانت للقوتان نفس خط التأثير. نفس الشدة. ومنحيان متعاكسان. رحنا كيتحقق الشرط نفس خط التأثير. يعني نفس المستقيم الحامل للحبل. منحيان متعاكسان هذه من اليسار الى اليمين وهذه من اليمين الى اليسار. نفس الشدة رح نفس طول السهم. وبالتالي الحبل في حالة توازن. توازن. وإذا كان في حالة توازن رح ما غادش نجدب لا الى اليمين ولا الى اليسار. نجدب الى اليمين. هنا المطلوب صحي او خطأ. اوها خطأ. هل نفهوم؟ نجابه على المطلوب. كون كان هنا طول سهم F2 اطول من طول سهم F1. نقول ان هذا خيط سينجدب الى اليمين. كون كان طول سهم F1 اطول من طول سهم F2. سينجدب الى اليسار. وبما الا السهمين لهما نفس طول يعني القوتين لهما نفس الشدة. لن ينجذب لا الى اليمين. ولا الى اليسار. اذا سنمر الى التمرين رقم سعود او السؤال رقم سعود. املأ الفراغ بما يناسب المكان قوة قوة عن بعد جاذبية الارض قوة التماس بالارتفاع. تصنف القوة لنوعين هما. اذا دائما هذا السؤال كاللقاء بكترة. قوة عن بعد بطبيعة الحال. قوة عن بعد بحال تأثير الارض على الاجسام. بحال تأثيرات الكهربائية. بحال تأثير المغناطس على الاجسام الحديدية مثلا. وتأثير وقوة عن تماس. وقوة عن تماس يكون تماس مموطع او تماس موزع. وجل الجسم هو عن بعد. هو واحد القوة. وجل الجسم هو قوة. كيف يؤثر هذه القوة عن بعد؟ تطبقها جاذبية الارض. بطبيعة الحالة جميع الاجسام تخضعوا الى جاذبية الارض. ويرمزوا لها. كما شكرون هذه القوة بالحرف ب. ب ماجسكول. واحد السهم يشير الى متجهة. تتغير بتغير ماذا؟ بتغير الارتفاع. يعني كلما ارتفعنا عن سطح الارض. كلما نقصت جاذبية الارض. الارتفاع وايضا المكان. يعني المكان كنقصته به خطوط العرض. اذا السؤال المولي. ارجب بصحيحة او خطأ. مع تصحيح الخطأ. الوزن الصافي لكيس الدقيق هو 25 كيلو جرام. الوزن. الوزن. لا بأس نديره واحد تذكير صغير. ونديره واحد متلات. هذه المتلات سوف نديره فيه ديك العلاقة بي. الاشناء سابقا بي. وم وج. هذه بي تسمى شدة الوزن. شدة الوزن. اوكي. شدة الوزن. هذه شدة مجال ثقالة. شدة مجال ثقالة. وهذه ام الكتلة. سنهاتش نكون ضبطه. اذا بي شدة الوزن. الجهاز ينرسيلا لي نقصها هو ديناموميتر. جهاز القياس. الكتلة. جهاز القياس. We have a إذا أرغبت P فهذا ضرب P هي M فى G وإذا طلبنا حساب الكتلة P على G إذا M هي P على G وإذا أرغبت الحساب بشدة مجاة التقالة G هي P على M معلومة أخرى الكتلة مقدار فيزيائي ثابت الكتلة مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير الكتلة فيما تشت الكتلة هي كمية المادة كمية المدينة أخرى يجب أن يتغير فيزيائي ثابت 5 كيلو كمية المدينة أخرى يجب أن يتغير فيزيائي ثابت 5 كيلو بينما الجاذبية أو شدة مجاة الثقالة هي تغيير حسب الارتفاع والمكان كلما ارتفع عن سطح الأرض تقل الجاذبية وأيضا تتغير بتغيير المكان خطوط الأرض مثلا في الجسم شدة مجالة الثقالة في الضار البيضاء هنا يوجد شدة مجالة الثقالة في باريس ويوجد شدة مجالة الثقالة في باريس ويوجد شدة مجالة الثقالة في طوكيو يجب أن تتغير حسب العلو والمكان نرى هذا اعطونا الوزن الصافي لكيس 25 كيلوغرام كانوا تعرفون أن شدة الوزن الوحدة هي بالنيوتون وعطونا هذه بالكيلوغرام إذا خطأ لنصحوا هذا بلصة الوزن الصافي سنقوم بلصة الكتلة الصافية إذا هنا ستكون المعلومة الكتلة الصافية هي ماذا؟ لكيس هي 25 كيلوغرام إذا بلصة الوزن سنقوم بلصة الكتلة نحن في الدارجة نقول الوزن ولكن هناك خطأ شائع سنقوم بلصة الكتلة تقاس شدة القوة بواسطة جهاز دينامومتر بطبيعة الحال شدة القوة نقصها بجهاز دينامومتر هذه معلومة صحيحة تمتل القوة بمتجها أصلها شدة القوة خطأ لكي نمتلوح القوة أريد أن نرجع لك السيتياثون لولا مثلا تأثير الغصن على التفاحة أو وزن تفاحة رأيها بمتجها أصلها نقطة تأثير ونقطة تأثير دي الشدة الوزن هي مركز ديقل تفاحة إذا ما هي المعلومة مقالينة؟ تمتل القوة بمتجها أصلها شدة القوة لا.. أصلها نقطة تأثير إذا معلومة خطأ إذا تمتل القوة بطبيعة الحال كانت مثلها بمتجها رأيها بداية المعلومة صحيحة ولكن النهاية ديالة هالخطأ اصلها نقطة التأثير. نقطة التأثير يعني النقطة من غنب ذلك المتجهة. اذا نمر الى السؤال الموالي. ضع صحيح على ما اما الجواب الصحيح. اذا نعبر عن العلاقة بين شدة الوزن والكتلة بي. اذا نرجع لك المثلات. هذه المثلات رح سنحفظه بها الطريقة. بي الفوق و ام الجيل هذه اللي صحيحة. ام تسوي بي فوال جي الا ام هي بي على جي. خطأ. جمع ما كان. جي تسوي ام على بي الا ره جي هي بي على ام. اذا هذه المعلومة فقط اللي صحيحة. الوحدة العالمية المعلومة التانية. الوحدة العالمية لشدة الثقالة هي الوحدة العالمية. الوحدة العالمية لشدة مجالة الثقالة هي الجي. والجي دائما في المثلات هي بي على ام. والوحدة دي بي هي نيوتون وهذه الكيلوغرام. اذا نيوتون على كيلوغرام. اذا نيوتون على كيلوغرام هذه الصحيحة إذن كيلوغرام هذه الكتلة كيلوغرام على نيوتون هذه الشدة القوة نعبر الرياضين عن شرط التوازن جسم بالعلاقة التالية متى يكون جسم في حالة التوازن إذا كان للقوتين نفس الاتجاه نفس الشدة ومنحيان متعاكسان يعني مثلا كتكون عندي واحد القوة هنا واحد جسم كيجر في هذه الجهة نفس طول السهم نلاحظوا معي في الرياضيات فاش كتكون هذه المتاجهة F1 وهذه المتاجهة F2 راه هدو لهم منحيان متعاكسة لكي نقوله F1 زائد F2 تساوي 0 متجهة منعديمة إذن متى يقول الجسم نعبر الرياضين بالعلاقة ماذا؟ هي هذه F1 زائد F2 تساوي 0 F1 نقص F2 لا وF1 ضرب F2 لا إذن السؤال الموالي صل بسهم إذن إحنا كيطعطاني واحد المعلومات العمود الأول فيه مجموعة من المعلومات والعمود الثاني فيه تتم ديالها اللي غادي نخصني نصل بسهم قوة تطبقها الأرض على الجسم ما هاد القوة التي تطبقها الأرض على الجسم ما تسمى وزن الجسم رمز شدة مجال ثقالة نرمز لشدة مجال ثقالة بالرمز G تمتق بها قوة ماء نمتل قوة ماء بواسطة متجهة في الرياضيات المتجهة وفي الفيزياء تسمى قوة كنمتلها بقوة نفهم؟ السؤال رقم 13 كيف يقول لنا السؤال رقم 13؟ املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية هنا بطبيعة الحال لا بأس هذا الحالة المثال لنقدره بحالة الأمس انتهاء السئلة اللي لقوهم في الامتحان الفروض وأيضا في الامتحان الجهوي يكون واحد جوج دماري على ثمانية النقاط ديال استرداد المعارف وزن الجسم هو التي تطبقها على هذا الجسم وزن الجسم دائما هو القوة التي تطبقها جاذبية الأرض يعني كان نعرف أن الأرض تجذب الأجسام جاذبية الأرض على هذا الجسم وعين وضن نكتب القوة التي تطبقها على الأرض على جاذبية الأجسام كان نختصر أن نسميها وزن الجسم باختصار فقط توقع شدة القوى بواسطة مدى وماذا بالدينامومتر أو الميزان توقع شدة القوى بالدينامومتر واحدة العالمية هي النيوتون نرمزها بالحرف N نرمز شدة القوى بالحرف G نرمز شدة مجرد ثقالة بالحرف G نرمزها لكين G وكين G كبيرة نرمزها لكين بالنسبة لها جيدة شدة مجرد ثقالة وهي جيدة التي ترمزها لها جيدة جيدة هو مركز التقل هذا هو مركز التقل الأجان وهذا هو شدة مجرد ثقالة لديها علاقة بالجاذبية يكون لتأثير ميكانيكي أو هنا تأثيرات ميكانيكية يكون لتأثير ميكانيكي يكون لتأثير ميكانيكي هنا هذه الكلمة يكون لتأثير ميكانيكي نوعان تحريكي مفعول تحريكي ومفعول سكوني ونقرن بهذا التأثير ميكانيكي مقدار في زي يسمى القوة كل تأثير ميكانيكي نقرنه بمقدار في زي يسمى القوة ومميزات هذه القوة القوة أربعة سنعرف هذا مميزات أربعة نقطة التأثير والاتجاه والمنحة والشدة لا أقس أن نقوم بإذكار نقطة التأثير نقطة التأثير هي نقطة التماس بين الجسم فعلا advance الأول ومعلك تأثير نقطة تماس بين المУؤثر فهذا المثال نقطة A. إذا كان عندي تماث موزع فنقطة تأثير تكون مركز سطح تماث. فهذا النقطة هنا هي مثلا B. وإذا كان عندي نقطة تأثير تماث عن بعد فهذا يكون نقطة تأثير هي مركز التقل في هذه الحالة. إذا نقطة تأثير هي نقطة تماث بين المؤثر والمؤثر عليه في حالة تماث عن بعد كتكون هي نقطة تماث. في حالة تماث موزع هي مركز السطح وفي حالة عن بعد كتكون مركز التقل. إذا صار أمر إلى السؤال الموالي. إذا أجيب بصحيح أو خطأ مع تصحيح العبارات الخاطئة. الوزن مقدار ثابت لا يتعلق بالمكان والارتفاع. هذه المعلومة رأى خاطئة. رأى الكتلة هي المقدار ثابت. إذا الوزن مقدار متغير. إذا معلومة خطأ. مع تصحيح العبارات الخاطئة. إذا بلست الوزن سنضع فقط هنا الكتلة. يتم قياس شدة القوة باستعمال الدينامومتر. بطبيعة الحال الدينامومتر هو جهاز ونستعمله لقياس شدة القوة. إذا هذه معلومة صحيحة. تتغير كتلة الجسم بتغيير المكان. لا هذه المعلومة رأى خطأ. ما الذي يتغير بتغيير المكان. بلاست هذه الكتلة. سنشتبع الكتلة ونضع بلاستها. ماذا؟ لتغير مثلا شدة الوزن. شدة الوزن أو شدة مجال التقالة بتغيير المكان. نفهم؟ ترطب بشدة الوزن جسم مع الكتلة M بالعلاقة P تسوي M في الجسم. حيث الجهة الكتلة. بطبيعة الحال على علاقة صحيحة. ولكن هنا كان هناك معلومة خطئة حيث الجهة الكتلة. إذن هذه المعلومة خطأ. إذن الجزء الأول صحيح. بلاست هذه الكتلة حيث الجهة ما زال هي مدى؟ هي شدة مجال الثقالة. سنتبه مزيان. ننظر. سنرى بتسوي M في الجسم. سنكمل الجملة كاملة. نمتل وزن الجسم بسهم رأسيه نحو الأعلى. الأجسام تنجدب إلى مركز الأرض إلى الأسفل. ماشي نحو الأعلى. أيضا خطأ. نمتل وزن الجسم بسهم بطبيعة الحال. رأسي بطبيعة الحال. ولكن نحو الأسفل. هذه الأعلى. سنعود الجملة كولة. ستكون نحو الأسفل. الوزن الصافي للعلبة الشاي هو 250 جرام. هذا الوزن نقصه بالدينامومتر. والوحدة نيوتون. ماشي القرام. إذن هذه معلومة خطأ. هناك الخطأ في كلمة وزن. إذن عوض الوزن سنكتب لنا الكتلة. سنعود هذه الجملة وبالأصل الوزن. سنكتب الكتلة الصافية. 250 جرام. إذن. تقاس الكتلة بالدينامومتر. وهي مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان ويعبر عنها بالكيلوغرام. طبيعة الحال. هذه المعلومة الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان ويعبر عنها بالكيلوغرام. فهي معلومة صحيحة. ولكن كيف نقص الكتلة؟ نقص الكتلة بالميزان. إذن خطأ. إذن خطأ. إذن في كلمة الخطأ تقاس الكتلة بالميزان. ليس الدينامومتر. الدينامومتر سنقص به شدة الوزن. يتغير كتلة الجسم M عند الانتقال به من خط الاستباع القطب الشمالي. الكتلة مقدار ثابت لا يتغير. umb يتغير شدة مجال ثقالة الجسم. إذن يتغير شدة مجال ثقالة. إذا هذه المعلومة الخطأ. إلى تغير كتلة الجسم. وزن الجسم يتغير وزن الجسم. هذه المعلومة التي ستكون هنا يتغير وزن الجسم إذن يكون الجسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين F1 و F2 وما هي مشروط التوازن؟ رأيناهم سابقا هذه القوتين يكون عندهم نفس خط تأثير نفس الخط تأثير والاتجاه نفس الشدة ومنحية المتعكسة نقال بنا عندما يكون F1 و F2 نفس خط التأثير ونفس المنحة ونفس الشدة فين كي يتم المشكل؟ هذه المعلومة خطأ فين كي يتم المشكل؟ كان في نفس المنحة خاص يكون مشي نفس المنحة هذه المعلومة ونفس المنحة ستكون منحيان متعكسان أولا إذا كان في نفس المنحة رأي القوتين ستكون جروف في نفس المنحة ستكون حركة مشي سكون إذن سأمر إلى سؤال مولي ثمارين الخمسطاش يمثل الشكل جانبه جسم S كتلته M تساوي كتلته M معلق بطرف دينامومتر في النقطة A إذن عندنا واحد الجسم هوا معلق في هذه النقطة A وراكين توازن الجسم S في حالة توازن لا يوجد حركة وجود القوى المطبقة على الجسم S لكي نجاوب على هذا السؤال أول حاجة نحدده المجموعة المدروسة المجموعة المدروسة هي الجسم S نفحد الحالة الجسم S نرجع للشكل ونرى المحيط الخارج دي الجسم S هذا هو الجسم S هذا الجسم S لا يلمسه الخيط في النقطة A إذن أول قوة تأثير الخيط على الجسم S ونعرف أن جميع الأجسام تخضع إلى الجاذبية إذن القوة الثانية هي وزن الجسم S إذن أول قوة هو وزن الجسم S وزن الجسم S نقوم بعملها بP والقوة الثانية هو تأثير الخيط على الجسم S نقوم بعملها بالقوة F نقوم بعملها بكل تأثير ميكانيكي نقرنه بمتجهة قوة إذن حديد مميزات القوة F التي يطبقها الدينوميت على الجسم S وكان عرفوا أن المميزات هناك أربعة كين؟ نقطة تأثير خط تأثير المنحة الشدة نقطة تأثير راح الخيط أو الدينوميتر يلمس الجسم S في النقطة A إذن نقطة تأثير هي فقط النقطة A المنحة راح الدينوميتر يمنع الجسم S من السقوط يعني كيرفعه إلى الأعلى يعني المنحة من الأسفل إلى الأعلى من الأسفل إلى الأعلى الشدة بطبيعة الحال كنا عرفوا أن جهاز دينوميتر هو واحد جهاز يشير إلى شدة القوة وإذا أردنا البال عندي واحد السهم صغير هنا يشير إلى أربعة إذن حسب هدك الدينوميتر راح القوة شدة القوة F كنديرو F بدون سهم كتساوي أربعة نيوتن القيمة التي أشير إليها الدينوميتر إذن السؤال الثالث ذكر بشرطها التوازن متى يكون جسم في توازن عندما يكون هذا الجسم ماذا بالتوازن يكون جسم في توازن خاضع طبعا الجسم صلب خاضع لقوتين إذا كان للقوتين شرط الأول نفس خط التأثير بطبيعة الحال يكون نفس خط تأثير نفس الشدة يعني جوجة المميزات المشتركة ووحدة متعاكسة ومنحيان متعاكسان حسنا؟ لكي يكون التوازن السؤال الموالي يستنتج المميزات القوة B التي تطبقها الأرض على الجسم S حسب هذا الشروط التوازن لدي هذا الجسم في تحت تأثير قوتين فقط وزن وتأثير الدينامومتر أو تأثير الخيط لأن الخيط هو جزء من الدينامومتر إذا هنا نقطة تأثير بطبيعة الحال رهب B وزن الجسم وقوة عن بعد إذن نقطة تأثير هي مركز التقل مركز التقل ورسموه لنفس شكل G مركز التقل G إذن مركز التقل الجسم خط التأثير بما أن قلنا للقوتين نفس خط التأثير رانسينا هنا خط التأثير في سؤال السابق خط التأثير هنا ديال هذيك القوة هو هذا المستقيم الرأسي المستقيم الرأسي المار من النقطة A إذن هنا نقوم بميزات P الـ المستقيم الرأسي المار من A وبما أن نفس خط التأثير حسب شرط التوازن نحن نحن نقول نفس خط التأثير ونكتب هنا ونحن نتكتب للمخالف لماذا نكتب نفس خط تأثير يعني وعن 내리고 نقوم إليه west with a نرى المستقيم الرأسي المرتب من A مطفيز التنميد على مستقيم الرأسي المرتب من J باوات J تنتمي الى نفس المستقيم إذاً باوات M من J طيب الصحيح إذاًً منحان متعاكسان الأولى يجبنا إليها من الأسفل إلى الأعلى إذاً جاذبية الأرض تنجاذب الأجسام إلى الأسفل يعني من الأعلى إلى الأسفل هذا هو الجواب ديالنا. والسؤال الموالي شدة لدينا نفس الشدة إذن ذيك P تهيئة التي تعطينا أربعة نيوتون. إذن السؤال الموالي مثل على الجسم S السابق القوتين F و P بالسلم واحد سنتيمتر لكل جوج نيوتون. كان عرفو احنا باش نمتلو واحد القوة كان نمتلوها بواسطة متجهة أو سهم. وكان نحطر مواد السلم اللي اعطونا. اعطونا واحد سنتيمتر لكل جوج نيوتون في الحقيقة كان نمتلو واحد سنتيمتر على الورقة. ما سنقلقنا في الشدة؟ هذه الشدة قلنا اربعة نيوتون. كان نحط نيوتون تحت نيوتون. اربعة نيوتون ما عرفنا كيف سنتيمتلوها. اكس العلاقات التولاتية. اكس هي اربعة في واحد على جوج. اربعة ضرب واحد على جوج. اربعة على جوج جوز سنتيمترات. إذن سنتيمتل شدة القوة بجوج هم سنتيمترات. ونضعهم دوك المميزات. سنبدأ بمثلا نرشع للشكل ونبدأ بالتأثير. مثلا تأثير الدينامومتر. نقطة التأثير هي النقطة ا نحو الاعلى جوز سنتيمترات. اذا هذه هي القوة لنا. مفهم؟ وبما انها نفس خط التأثير. رأي القوة الاخرى سنبدأها بجوز سنتيمترات. ولكن سنبدأ من جوج جوز نحو الأسفل. نحن نعرف هذا خط تأثير من جوج سنتيمترات. إذن سنجيل هنا نضع جوز سنتيمترات نحو الأسفل. هذه هي تأثير الأرض أو أو وزن الجسم. وسمناه P في التمرين. سؤال آخر. أحسب كتلة الجسم علمنا أنها جوز. إذن كنا نحسب كتلة الجسم سنتيمترات نحو الأسفل. كنا نحسب لك شدة مجال ثقالة. هذا المطلوب هو M. كنا نحسب M. M هي ماذا؟ M هي P على J. نكتب العلاقة أولا باش نجبح النقطة لها عاد نحسب. إذن نعلم أن نعلم أن العلاقة M تساوي P على J. إذن كنا نعوض فقط. إذن M كتساوي ماذا؟ نعوض P بربعة نيوتون للقناع. أربعة نيوتون. ونعوض J تسعود فاصلة ثمانية نيوتون على الكيلوغرام. سعود فاصلة ثمانية نيوتون على الكيلوغرام. طب يتحرى نيوتون على نيوتون فقط سيخذ الألة الحاسبة. ونحسب نحسب مقسم على 9.8. والواحدة اللي غلقة هي الكيلوغرام. هل نغلقها واحدة لعملية غير محدودة في عدة أعداد بعض الفاصلة. هي صحر فاصلة ٤٠٠. كيلوغرام. سنضربها بطبيعة الحال في ألف لحوال أسف لحوالها من الكيلوغرام إلى تقريبا 408.16 جرام. اذا هذه هي الكتلة المطلوبة. اذا نمر الى التمرين رقم 17 حمل رائد الفضاء في رحلة الى احد الكواكب جسما كتلته 221 كيلو جرام. هنا الخاصة واحد الكيلو جرام. وشدة وزنه 221 كيلو جرام. اذا حمل رائد الفضاء في رحلة الى احد الكواكب جسما كتلته 1.25 كيلو جرام. اذا هذه الكتلة تعطيت لنا. وشدة الوزن جوج نيوتون. تعطيتنا شدة الوزن جوج نيوتون. على سطح هذا الكوكب. ما عرفنا اش مكوكب. نعطي قيم شدة تقالة. اعطونا شدة مجال تقالة على الارض ثم على القمر ثم على كوكب المشتري ثم على كوكب زحل. لمطلوبنا حديد الكوكب الذي يتواجد به الرائد. كان عرفو ان كل الكوكب يتميز بواحد شدة مجال تقالة معينة. اذا فقط سنحسب شدة مجال تقالة الجي. ديال هنا في الكوكب فقط يتواجد هذا الجسم. هذا الفرائد الفضاء. سنقارنها معها. اذا سنتذكروا واحد العلاقة. ما هي هذه العلاقة. كي نحسب جي هي بي على ام. اذا دائما كنكتبوا العلاقة. نعلم ان جي تساوي بي على ام. اذا كن رجعت جي تساوي بي على ام. اذا كن رجعت جي تساوي ماذا بي. سنعطونا لنا جوج نيوتون. نعود فقط جوج نيوتون. وعطونا الكتلة ديالتها دا واحد فاصلة خمسة وعشرين كيلو جرام. اوكي. الى حسبناها دي بالآلة الحاسبة غلقها واحد فاصل ستة نيوتون على الكيلو جرام. وبالتالي كنجي كنلقها هي ديالقامة. اذا الكوكب الذي يتواجد فيه هذا الرائد هو القمر. هذا الجسم اللي معها الكتلة ديالته واحد فاصلة خمسة وعشرين كيلو جرام. اذا السؤال الموالي. احسب شدة وزن الرائد الفضاء مع ام تيعته على سطح الارض. بغينا دابا الوزن. والوزن هو بي. على سطح الارض. يعني سنخدم بي التي تعطينا على سطح الارض هي سعود فاصلة واحدة وثمانين نيوتون بركيرو جرام. اذا اولا نكتب العلاقة. العلاقة لكي نحسب بي. دائما نعلم ان بي تساوي ام ضرب ج. اذا ام اه منه سنخرج ام. لان احسب كتلة الرائد. اذا ام هي بي على ج. اذا نعود فقط. اذا ام تساوي ماذا؟ اذا اعطينا في بي. اعطينا في بي. اعطينا في بي. الف وخمسمائة نيوتون. الف وخمسمائة نيوتون. على ج. اذا اعطينا في الجدول اربع شدة مجال ثقالة. اذا سنخدم بديك لتعطيك على سطح الارض سعود فاصلة واحد وثمانين لتعمل. اذا باديك لتحديد خدمت سعود. فاصلة واحد وثمانين. هذه من يوتون. هذه من يوتون. هذه من يوتون. سيبقى كيلو جرام. اذا سنخدم فقط الالة لتحديد لي. ونحسب هذه الكتلة سنقسم الف وخمسمائة على سعود فاصلة واحد وثمانين. اذا قمنا في بي عملية غير مضبوطة. سنخدم عددين بعض الفاصلة. اذا بعض الفاصلة هي نخدم مية و 52.90 كيلو جرام السؤال المولي أحسب شدة وزن الرائد شدة وزن الرائد وأمتعته على الكوكب على هذا الكوكب أعطونا شدة وزن الرائد على الكوكب المذكور ما هو الكوكب المذكور؟ لنلقينا في السؤال السابق أحدد الكوكب الكوكب هو سطح القمر إذا شدة وزن الرائد وأمتعته سنحسبوه باديك P هي شدة الوزن M G و كيف هو الكوكب في القمر؟ سنقوم بإمكانك جل لماذا لا أدرنا أنها مل الكتلة مقدار ثابت والجل هي مقدار متغير إذا نعوض فقط P شدة الوزن الرائد وأمتعته شدة الوزن نرى الكتلة والأمتعته 152.90 يعني سنقوم بإمكانك 152.90 و كل اسمته الكوكب فشكين الرائد هو القمر سنقوم بإمكانك 1.6 نيوتر بار كيلو جرام سنكون لك شيء مضبط سنقوم بإمكانك 1.6 نيوتر بار كيلو جرام سنقوم بإمكانك 1 نيوتر بار كيلو جرام سنقوم بإمكانك 1.6 نيوتر بار كيلو جرام سنقوم بإمكانك 1.7 نيوتر بار كيلو جرام 7.10 نيوتر بار كيلو جرام سنقوم بإمكانك 1.6 نيوتر بار كيلو جرام سنخدم سطح الارض سنخدم سطح الارض ستعود ببع المسجد 200 نيوتون سنخدم 200 نيوتون سنخدم 200 نيوتون سنخدم سطح الارض سنخدم ببعام 9.8 نيوتون على الكيلوغرام سن نحسب فقط سنخدم بقصة نأكل كيلوغرام نقوم بقصة العملية غير مضبوطة سوف نأخذ 21.5 كيلو جرام طبيعة الحال هنا الكتلة صغيرة غير التمرير فقط إذن استنتيج معالي لنجوابك كتلة رائد الفضاء على سرح القمر إذن هنا سنحسبوك كتلة ونحن معلومة نعرفها بأن الكتلة مقدار تابت نعلم إذن هذه بلا ما نحسبوها أن الكتلة مقدار تابت لا يتغير إذن هذه الكتلة ستبقى لك شيء اللي حسبنا سابقا 21.5 كيلو جرام ونحسب شدة وزن رائد الفضاء على سرح القمر إذن سنحسبوها بشدة وزن سنحسبوها بشدة وزن هي ماذا؟ هي م و ج دبع القمر نعود فقط إذن الكتلة مقدار تابت حسبناها في السؤال الأول هي 21.5 ونأخذها بشدة مجال التقال على سرح القمر 1.63 نوترون بار كيلو جرام 1.63 نوترون بار كيلو جرام بطبيعة الحال نأخذ فقط الآلة الحاسبة ونحسب سنجد بطبيعة الحال القيمة 34.36 نوترون إذن نمر إلى التمرين الموالي التمرين الموالي والأخير فهذا سلسلة التمرين إذن التمرين الموالي يمثل تبيان جانبه جسم S كتلته 225 جرام معلق بدينامومتر في النقطة A إذن السيتياثون يعادة أن واحد الجسم معلق في دينامومتر في النقطة A يشير الدينامومتر إلى القيمة 1.5 نوترون أولا أجراد القوى المتبقة على الجسم S هذا هو الجسم S وهذا المحيط الخارجي للجسم S يلمسه الدينامومتر ويوجد تحت تأثير جاذبية الأرض إذن القوى المتبقة على الجسم S هناك قوتين إذن المجموعة المدرسة أولا المجموعة المدرسة هي الجسم S إذن هناك قوتين القوى الأولى دائما جميع الأجسام تخضعوا إلى الوزن وزن الجسم S والوزن ركرمزهمه بالقوة P وأيضا قلنا أن الدينامومتر يلمس الجسم S في النقطة يعني تأثير تأثير الدينامومتر على الجسم S وغيرنا نسمو هذه القوى مثلا F السؤال المولي إعطينا الشرط توازن جسم S في هذه القواتين متى يكون جسم S في توازن إذن شرط توازن هم هذا للقواتين للقواتين وهذه المميزات المشاركة ماذا هم هذه المميزات المشاركة نفس خط التأثير ونفس شدة وهذه المميزة واحدة غير مشاركة وبالضبط قد تكون متعاكسة يعني منحين متعاكسين إذن هذه هم شرط توازن إذن بتطبيق السؤال المولي بتطبيق شرط توازن الجسم استنتيج خط تأثير ومنحة شدة وزن الجسم إذن بطبيعة الحال هذا الديناموميتر يأخذ هذا باش ما يطيح نفهم؟ إذن تأثير الديناموميتر على هذا الجسم خط تأثير هو المستقيم الرأسي المار من A وبما أن هذه القواتين اللي هم نفس خط التأثير إذن نبغينا خط تأثير ومنحة شدة الوزن إذن خط تأثير هو المستقيم الرأسي المار من G ولا A من G هذا هو خط التأثير مفهم؟ والمنحة المنحة بطبيعة الحال ره نحو الأسفل محو الأسفل دائما الأجسام تجدبوا الأرض تجدبوا الأجسام نحو الأسفل أو يجد بالوحدة نيوتون بار كيلوغرام شدة ثقالة G مزيان كيفاش قد نعرف هذه نحن نخدم هذه العلاقة اللي قلنا سابقا ره نطلبنا حساب G شدة مجال ثقالة G هي P مقسم على M إذن نعلم أن G تساوي P على M نعلم أن G تساوي P على M هذا P رهما أعطوه لنا ولكن أعطونا الدينامومتر يشير إلى 9.5 يوتون وحسب هذا الشرط التوازن للقواتين نفس الشدة نفس الشدة هنا نطلب منحة 50 هنا نفس الشدة الشدة ستكون نفس الشدة التي يشير إليها الدنامومت هي 4 نيوتون إذن بما أن P تساوي 4 نيوتون وعطونا الكتلة 225 جرام 225 جرام إذن ننامد نقسم الشدة سنقسم على maravilحة إذن جية يعني أكبر يعني 4 نيوتون إذا 4 نيوتون يعني مطونا 225 جرام أرد البال نحوول أتنام أن أحوالا من الكتلة إلى كتلة فنقسم على ألف إذن هذه هي 4 نيوتون فهي ضروري يحوالون ثالثة الجوج هي 2.25 Odrdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddpdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd الخطأ لم أنتبه هنا أعطينا بي هي 0.5 نيوتون نعم هي 4 نيوتون 0.5 نيوتون نعم إذا جي هي بي على ام يعني 0.5 نيوتون واللمص هي 255 جرام إذا قسمتها على ألف غضتين أصبح 255 نيوتون وإذا قسمتها على ألف غضتين 0.5 نيوتون إذا قسمتها على ألف غضتين 80 نيوتون طار كيلوغرام إذا هنا نقول قد أنهينا تمارين خاصة بالفرد الثاني إذا نتمنى التوفيق للجميع إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة شارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة شكرا على المشاهدة وإلى فيديو جديد بحول الله